شكرا جزيلا لك على استضافتي نعم أحد الأسباب الرئيسية التي أتى بسببها وزير الخارجية أوستن هنا إلى الأردن وزار أيضا شركاء الإقليمين الآخرين هي أن نتناقش في مخاوفنا حول ازدياد التوتر في الضفة الغربية فرقم واحد نحن هنا لنفكر مع شركائنا في الإقليم وأيضا عندما يزور الوزير أوستن إسرائيل نفكر بكيف يمكننا أن نخفف من حدة التوتر في الضفة الغربية وقطاع غنسة وأن نعيد الهدوء وخصيصا ما قبل فترة الأعياد في رمضان وما بعد ذلك هناك وجهة نظر قوية في الولايات المتحدة بأن الناس يستحقون أن يتعبدوا ربهم بسلام وأمن في هذه الفترة ونحن نشجع على اتخاذ قطوات ثنائية الشيء الأهم الذي نفعله هو أننا نتشاور مع جميع شركائنا في الإقليم الذين لديهم دور في خفض مستوى العنف وفي تخفيف حدة التوتر وإعادة الهدوء على سبيل المثال الاجتماع الذي أجري هنا في العقبة من قبل الحكومة الأردنية هو أول اجتماع منذ عقد كامل من الزمن حيث اجتمع قادة من إسرائيل ومن مصر ومن فلسطين ومن الأردن والولايات المتحدة اجتمعوا معا وعاملوا على الوسائل التي تمكن من استعادة التعاون السياسي والاقتصادي طبعا هذا هدف بمصلحة الولايات المتحدة ولكنه مشترك أيضا مع شركائنا الإقليميين والاستراتيجيين في الإقليم وسوف نستمر بالعمل مع كل الشركاء لنعزز إعادة السلام ليس هناك أي اتفاقيات جديدة في مجال الدفاع لأن الأخيرة هذه هي عبارة عن التزام لأكثر استثمار أمريكي لنظام للأردن وهذا شيء تاريخي وهذا يعكس الأهمية الاستراتيجية والتاريخية التي نراها نحن في الولايات المتحدة في هذه الشراكة الشيء الأهم الذي نستطيع أن نفعله حاليا وأخذنا بعين الاعتبار من هذه المذكرة التفاهم الأطول والتي عقدناها مع الحكومة الأردنية هي أن نفكر معا كيف يمكننا الاستفادة من هذه المساعدة وهذا الالتزام الاستراتيجي وذلك لنعزز من القدرات والاحترافية وتحديث القوات المسلحة الأردنية ليس لأن ذلك فقط مفيد للأردني والجعب الأردني بل العلاقة الاستراتيجية الثنائية وهو أيضا مفيد للإقليم كله لأنه عندما يكون هناك قوات مسلحة أردنية محترفة مقاتلة تعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين فننا نعمل نحو الاستقرار معا في الشرق الأوسط لقد سمعتم من العديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية في واشنطن بما في ذلك الرئيس بايدن بحد ذاته وأيضا وزير الدفاع أوستن ووزير الخارجية بلينكين هو أن لدينا الأولوية هو أن نضع القيود على أي تقدم النووي الإيراني في هذه اللحظة للأسف التفاوض للعودة إلى الاتفاقية النووية الإيرانية ليس شيئا مطروحا لأسباب إنهمة جدا في الشرق الأوسط هنا يعرفون الخطر والتهديد الكبير الذي تقوم به إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار وليس فقط برنامجها النووي بل دعمها للإرهاب وأيضا الحرب بالوكالة وأيضا هجومها في البحار ونقلها للطائرات المسيرة المهاجمة بالإضافة إلى هجماتها وتهديداتها السيبرانية الجميع هنا في الشرق الأوسط يعرفوا بهذه التهديدات ما هو مختلف اليوم هو أن إيران تنقل هذه الأسلحة والتهديدات إلى روسيا وروسيا تستخدمها لقتل المدنيين الأوكرانيين لهذه هي الأسباب حتى التفاوض للعودة إلى الاتفاقية النووية الإيرانية ليس مطروحا الآن الأيديا الدمبلوماسية سوف تبقى مفتوحة عندما يريد النظام العودة إلى طولة المفاوضات أود أن أقدم تعازية للناس الذين عانوا وأولئك الذين فقدوا حياتهم سواء في تركيا أو في سوريا ونحن ساعدنا جدا بأن رابعنا الحكومة الأهدنية قد ساهمت بمعاونات إنسانية بالإضافة إلى الولايات المتحدة والعديد من شركائنا من حول العالم لمواجهة هذه المأساة الشديدة وسوف نستمر بتقديم المعانونة الإنسانية ولكن أريد أن أوضح شيئا هذا لن يغير من نهجنا نحو النزاع في سوريا لن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع النظام السوري في هذه اللحظة من الزمن نحن نعتقد أن بشار الأسد ونظامه قد ارتكبوا مجازر كبيرة خلال الحرب الأهلية السورية حيث ذلك فقط بل دعوا إيران للحضور إلى سوريا وليستخدموا الأراضي السورية لتهديد باقي الإقليم يجب أن نرى تغييرا واضحا في سلوك هذا النظام بحيث يعود اللاجئون بشكل طوعي وآمن وبكرامة ويجب أن يكون هناك مساءلة للجرائم التي ارتكبت خلال هذا النزاع ويجب أن نرى بأن الأراضي السورية لا تشكل أو النظام السوري لا يشكل تهديدا للإقليم لا نرى أي من هذه المشيرات بعد ولكن الولايات المتحدة سوف تستمر بالعمل لتتعكد من أن الشعب السوري يحصل على المعونات الإنسانية نقوم بذلك مع الأمم المتحدة وكل الدول الإقليم وكل من يحتموا بالكرامة الإنسانية إلى هؤلاء السوريين ندعوهم للانضمام إلى هذا العمل وعدم تسييس المعونات نحن خاخرون جدا بجهودنا التي حققناها من خلال تحالفنا العالمي الواسع لنحرر أجزاء كبيرة من سوريا والعراق من جرائم داعش وهو الجيش العالمي الأسوأ الذي وجهناه اليوم داعش لا تحتفظ بأي أراضي لكنها تسعى إلى إعادة تشكيل صفوفها وما زالت تسعى إلى إرهاب المواطنين وبالتالي فنحن في الولايات المتحدة ملتزمون بهزيمة داعش في العراق نحن نعمل ذلك بدعوة من الحكومة العراقية وبمشاركة وقيادة القوات العراقية وأيضا في شمال سوريا هناك تقريبا تسعمائة جندي أمريكي يعملون مع الشركاء لاستدامة الضغط على داعش لقد حققنا الكثير من النجاحات في هذا القتال ونحن ملتزمون به وفخورون به إلا أن هناك المزيد من العمل للقيام به ترجمة نانسي قنقر